من حيث انتهت جولة المفاوضات السابقة في الكويت يحاول المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أن يعود بها فإحياء عملية السلام المتعثرة يتطلب المزيد من التحركات التي يجريها ولد الشيخ وبعد اللقاء بالرئيس هادي في عدن حطت رحلة الرجل في الكويت في إشارة إلى محاولة إقناع الكويت باستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين السلطة الشرعية والجماعة الإنقلابية حيث التقى إسماعيل ولد الشيخ أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح وبحث معه التطورات بشأن الأزمة اليمنية كما شدد في اللقاء على ضرورة المضي قدما باتجاه السلام الخارجية الكويتية وفي بيان سابق لها رحبت بعودة الأطراف اليمنية لكنها اشترطت التوقيع على اتفاق السلام وليس لإجراء جولة جديدة من المباحثات تأتي هذه التطورات بعد تقديم خطة سلام مقترحة من الأمم المتحدة وافقت عليها الجماعة الإنقلابية ورفضتها الحكومة الشرعية وما بين تمسك الجماعة الإنقلابية باتفاق مسقط ورفض هذه الخطة من قبل الحكومة المعترف بها دوليا يواصل اسماعيل ولد الشيخ جهود تقريب وجهات نظر الطرفين للتوصل إلى اتفاق سلام لا يبدو أنه سيعقد نهاية العام الحالي بل إن باب التكهنات بات مفتوحا على الصراع في ظل استمرار القتال واتهام الجماعة الإنقلابية نظام هادي بدفع المزيد من القوات إلى الجبهات بينما تستمر ميليشيا الجماعة الإنقلابية بخوض معاركهم في البيضاء وتعز ومأرب والجوف في إشارة إلى أن حربهم لن تجد طريقا بالتنبؤ إلى نهايتها